حقيقةً ضغطي مليان ضغطي مليان ليه؟ لأنه يعني إلى متى الشعب اللبناني؟ إلى متى وإلى أين وهو كم وهو توفق حقيقةً بحكيك هان لا لا انت بدك إنجليزي ولا فرنساوي بوسواي فاكين ويركينج أبو طلال أنت مش كل ما تتفرج على التليفزيون وتحضر لي كم فيلم أجنبي تجي تستعمل لي عبارة ما بتمشي ما بتقطع كلهم بقطعوا فرن بهايند يعني الحديث فيك تاخديه من أول ومن آخر طيب بوسواي شو اللي زعجك بس فرن بهايند إتس هاردلي فيه بان الحديث يما تجي فيه من وراء يكون فيه وشح خلاص أبو طال ماشي مش هم فوت بالتفاصيل خلاص خلاص وهلأ بنرجع على علبة اللبنة والصابونة مدري شو خلاص فكلهم ريليتد على بعضهم سارك اللبنة والصابونة ووطل أمه وبهايند والإنجليش كلهم سوا أخوة طيب ماشي شو اليوم اللي زعجك بدي ذكرك أنه نحن على أبواب شهر فضيل ونحن بدنا نترك هيك زكرة عطرة لمدة شهر لمين بدنا نتركها؟ لمين بدنا نتركها؟ لمين بدنا نتركها؟ السؤال انت الحلقة الماضية انت الحلقة الماضية قلت فيه شعب معتر وطيب مثلي هيك انت قلت مصبوط حرام طيب مسحوه حقيقة أنا عم بحكيك داليا مسحوه يعني اليوم جاط الفتوش سكمئة ألف ما أنا مش هم بعمل جاط الفتوش ومرصع بالألماظ شو رصف كي يعني معلش شي سكمئة ألف أس بدو أعمل واحد جاط فتوش مسحوها على الطاولة هيدي صفرة رمضان الخار والبلاكات والكبة والشاربة واللي من قريبه واللي من بعيده من حواضر البيت انسي الموضوع بتنقبر بتاكل معلقتان راس بتعب بطنك كاربس وربطة خبز هالي الغفار أو تلاتة بيجوب له على معتك وخلصت ما عاش في بينا هادي الفنجرة حقيقة دبحونا دبح من الوريد في يوم تواريد انسي بعدين تعالي أقول لك شغلة رمضان شهر الطقوة والإيمان وقسم الصيام عنشان شو قليلي الصيام عنشان شو عنشان نوقف نوقف عن ملازات الحياة طيب ما بالك أزال لبناني صلوا كلاتة سنيني موقف أكل ومي وشرب وساكس وكل شي وبنزين وقمح شو بعد بدك ما نحن قرد يوقفين عن كل الملازات ومقاومات الحياة الأساسية ما عنا هي يعني أنت أصدق إنه نحن صلنا تلات سنين صايمين أضرب من صايمين أضرب ما عاش في إلا كلاسيننا مش اللحونا هن وحيات الله شو عم بقول لك ما طب عم بقول لك أنا كم عددوا بالدولة سفقونا الضرب صربوا يسكروا الدانم طبع البلد كله من جايبتي وجايبتي انت لما معاشك بعده متل ما هو لما معاشك بعده متل ما هو عم نحكي عن الفؤلة والمعطرين عن واحد منهم لما معاشك بعده متل ما هو والبرادخت بره صار حقه كان حقه مسلا ليلة صار حقه خمسة وعشرة وعشرين وكتلاتين هيدفار لا تفضل يتصرف يا كلمة أصدق يتفضلوا الدولة يحلوا المواضيع عمشان معاشك بعده متل ما هي كمان مع هذا الشيخ صح هذه فيها أنظار يمكن إن شاء الله خير حقيقة أخت داليا لازم كانوا يتصرفوا شيء بس لو قبل لمضان عن شان الله يغفر لهم شوي فينا خافوا الله فينا والله نحنا لا عم نشحد ولا بدنا نشحد اللبناني بيشتغل بزنده زنده طيب بس هلكوا سمانة لا صيام أرضين نصوم ولا فطول أرضين نعمل ولا صحور أرضين نعمل شو بدت يعني تايكة البنزين خمسمائة ألف وستمائة ألف شو عم نحكي قدعم يقبض اللبناني لا شو عم بطلع صح حلقه سلاف البلد يعني عملوا جلسة نيابية من فترة بتفيد اللبناني متل كأنك عم تاكل شربة بالشوكة سيم سيم خزوء اللبناني بفيق من الصبح لبلار خواساء حقيقة لازم يلاقوا حال يجربوا يتصرفوا يعملوا شيء عمشان جايين على شهر الصيام وشهر التقوى بدي هن كل اللبنانيين بهيدا الصيام كل اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة وبدأ قول خافوا الله فينا للسياسيين حلم عن جهة حلم في عالم بدأت تصوم وبدأت تفطر وبدأت أمن غراضي ولادة لقمة الأكل حلم تحير بقولها فيها بس أنت يا أبو طلال متوقع هيدا الكلام اللي أنت عم بتقوله في حدا من السياسيين أساسا سامعوا ولا بيلتفت لإلو شوفها الأول حقيقة فيه كم شغلة قطعوا في لبنان ما حدا انتباه لهم هلأ مؤخرا يدل وإذا دل هيدا الشي يدل وحيات الله عم قولي كلمة هان إذا اللبناني بفكر فيهم مظبوط يا دل وإذا دل على أنه مش يمتمسحين وحيات الله يا سياسيين لبنان أنا عم أكد الكون تعرفي شو رح أقوله متل ما هي ما تسألش حالك قبل ما تنام على المخدي لاي عم بتجيب أهم دكتور نفسي لأنك مش عم بتنام ولاي عم تتعاطى مع أهم بسيكاتر لأنك مش عم بتنام ولاي ابنك طالع فيه شي ولاي ابنتك طالع فيه شي مش عم نشمد بس ما تسألش حالك عمشان أنت أنت اختصبت شعب بكامله آه والله اختصاب تبهي بطل كنا نقول سرقة كنا قلنا هابونا كنا نقول سفقات عظاهرنا لا هلأ اختصاب للشعب اللبناني بيأكمله ويشتعب اللبناني آه يا هابي ما عملوا لدت فعل كلهم آه يا هابي آه يا بايبي بعده لليام نموت شو بقوله هاي دي بنروح بالدمنا في ديك يا زعيم خورة فيه لازم يلاقوا حل حقيقة وأنا بطلب من أدارة الجديد كمان تنتبهي يا الموظفين شوي لداليا كمان داليا ما يكون معاشا بعده متل ما هو بالبردك برا غليا داليا حرام كمان من تعطب المنطبق الكاتحة هاي دي لقلي ولا لك لا ألزق فيك أنت آه ألزق فيك طيب لو سمحتوا إدارة الجديد تنتبهوا لهيدا الموضوع وتاخدوا كمان بعزي أبو طلال صح يعني آه يعني أنا بروح أخي على البيعة أوكي تفقنا تفقنا سمعتين يا كرمة أبو طلال حياتا عليك الشهر الفضيل وعليك وعلى كرمة وعلى مريم وعلى أبو ربيع وعلى أستاذ ديمتري وعلى المديرات الأمورة نانسي وعلى نضال وعلى ليتا وعلى السباب الطيب اللي وورا الكاميرات واللي قدام الكاميرات والسيكوريتي وعلى جفارة وعلى متروق المتابعة من النقر على اللمضان نعيدون منعيد كل العالم بعد فيه بس أضالية مازم بره منعيد كل العالم ترجمة نانسي قنقر